أبو إبراهيم أيضا يسأل يقول ما حكم من يقول أصبت بالإنفلونزة بسبب تغير الجو أبو إبراهيم بارك الله فيك أولا يعني لابد للمسلم أن يعني يوطن نفسه بحيث أنه يعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا وأن الله تعالى خلق الأسباب ومسبباتها ودعانا جل وعلا إلى بذل السبب وقص علينا من قصص الأنبياء كيف أنهم يستعملون الأسباب وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعمل الأسباب ولذلك إذا أراد حربا لبس اللأمة وظاهر بين درعين يلبس درعين مع أن الناس يلبسون درع واحد لبيان هذا للأمة حتى تتخذ الأسباب ويلبس اللأمة الخوذة التي على الرأس حتى يتقي الضرب في المعارك صلى الله عليه وآله وسلم وكان إذا دخل الشتاء لبس الثياب الثقيلة وإذا جاء الصيف ترك الثياب الثقيلة ولبس الثياب الخفيثة ويستدفئ بالنار صلى الله عليه وآله وسلم لأن النار سبب من أسباب جعل المكان دافئ وهكذا عليه الصلاة والسلام وهذا شيء مقرر شرعا وعقلا وهو بذل الأسباب ولذلك مسألة إذا جاء الشتاء من الجهل وعدم العقل أن الإنسان مثلا ما يلبس الثوب الثقيل أو ما يتقي البرد ويقول والله أنا متوكل على الله لا ليس هذا توكل على الله هذا توكل هذا توكل كذلك أشياء كثيرة أشياء كثيرة ولذلك الإنسان يتخذ الأسباب لكن لا يجوز له ويحرم عليه أن يعتمد على الأسباب بمعزل عن مسببها وهو الذي على العرش استوى جل وعلا وتقدس فيبذل السبب ويعلن بأن السبب هذا قد يؤثر وقد لا يؤثر قد يؤثر وقد لا يؤثر فالله جل وعلا سلب خاصية النار وهي الإحراق من نار إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سلب الخاصية الله عز وجل أحيانا في دواء لهذا المرض فقد يقدر الله عز وجل الشفاء لهذا المرض بهذا الدواء وقد لا يشفى المريض بهذا الدواء الذي أجمع الأطباء على أن هذا محله هنا أو هذا مناسب لهذا ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول والله أنا أصبت بالإنفلونزة لأن تغير علينا الجو لا يقول أنا مرت وإذا مرت فهو يشفين الآن أغلب الناس يمر عليهم تغير عليهم الجو ما يصاب بالإنفلونزة ما يصاب بالإنفلونزة فإذا كان هو يعني تساهل وتكاسل في قضية استعمال الأسباب نعم لأنه هو فرط في هذا فرط في هذا ويوجد من الناس من يستعمل الأسباب وما شاء الله مبارك سواء في اللباس أو سواء في تعاطي الأدوية أو سواء في الأمور الأشياء التي هي جيدة بحيث ترفع المناعة في الجسم ومع ذلك يبتلى في الزكام ويبتلى في كورونا ويبتلى بالإنفلونزة من الذي أمرضه؟ الله عز وجل ولذلك ربنا جل وعلا قال وإذا مرتفه ويشفين والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيار ولا هامة ولا صفر يعني لا عدوى إلا بتقدير فإذا ابتلي بمرض يقول نعم هذا من الله عز وجل وإذا لم يبتلى لا يقول والله لأني أنا استعملت الأسباب لا يقول لأن الله تعالى هو الذي حماني وهو الذي شفاني وهو الذي عفاني اشتركوا في القناة